كشفت جمعية هنريكا جاكسون البريطانية دورة قطر في دعم الإرهاب في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أوضح التقرير تحت عنوان قطر والأزمة الخليجية أن الدوحة تدعم الإرهاب عبر استضافة قطر للإرهابيين وعناصر الإخوان والمطلوبين تحت غيطاء حق اللجوء للمعارضين وإشار التقرير إلى أن الدوحة تسمح للمطلوبين من الدولة المجاورة بالعيش داخل أراضيها وتمنحهم الجنسية وأضاف أن قائمة الجماعات التي تدعمها قطر تشمل داعش والقاعدة وميليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين وجماعات شيعية عنيفة عدائية في البحرين والمملكة واعتبرت الجزيرة جزءا من السياسة الخارجية القطرية وأن حجة الدوحة باعتبارها قناة مستقلة غير موثوقة وحذر التقرير بلطانيا من دعم قطر في أزمتها مع الدول الداعي لمحاربة الإرهاب مطالبا لندن بتحييد المصنفين على قائمة الإرهاب والمساعدة في وقف تمويل الإرهاب